ما من مكان في العراق إلا وأثير غباره بمعارك جعلت مدنه شاهدة على قصص وحكايات يصعب للعقل البشري استعابها من هول كوارثها وكأنها ضرب من الخيال دمار المدن والجثث المتفحمة أبرز شواهد تلك الحروب لكن ثم تزاوية أشد ظلاما وثقت الفقدان والتمزق العائلي بصورة أكثر وجعا إنها زاوية المغيبين قسريا في سجون سرية لميليشيات دموية تتعامل مع المغيبين كأنهم أرقام تدون في سجل جرائمها الأسود أقل التقديرات ربع مليون مغيب قسري وأكثرها يصل إلى المليون لا يعرف مصيرهم ولا أحد يتحدث عنهم إلا نداءات الأهالي وتقارير المنظمات الدولية لكن الجانب الحكومي يتكتم على هذا الملف ويحاول التقليل من أهميته بالحديث عن بضعة آلاف مفقود فقط ورغم أن التغييب القسري بدأ في العراق منذ احتلاله عام 2003 إلا أنه ثمت مرحلتان حاسمتان في هذه القضية الأولى بعد عام 2014 والمعارك مع تنظيم داعش حيث طاردت الميليشيات النازحين واعتقلت بشكل عشوائي عشرات الآلاف دون تمييز بين الشباب والنساء والشيوخ والأطفال وحولت بعض المناطق إلى مراكز اعتقال جماعية كما هو الحال في ناحية جرف الصخر التي تملك كلمة السر لملف المغيبين قسريا المرحلة الثانية من التغييب القسري كانت إبان ثورة تشرين حيث اختطف مئات المتظاهرين وما زالوا إلى الآن مجهولي المصير ولا يملك الإجابة عن مصيرهم إلا الميليشيات الخاطفة وفي ظل التعتيم الكامل على مصير المغيبين قسريا تظهر المقابر الجماعية المكتشفة شاهدا وحيدا على مصير المغيبين ومع كل مقبرة تكتشف يزداد أهالي المغيبين يأسا من اللقاء بأبنائهم وهم على قيد الحياة